موسيقى 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 عزائي طلبات وطالبات الصف الثاني السانوي التجاري أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الرياضة المالية وبرنامج في بيتنا مدرسة إن شاء الله حلقة اليوم هي عبارة عن مراجعة على موضوعات الفصل الدراسي الأول وإحنا اتفقنا إن تكرار المراجعة هيخلينا نتضرب على كل الأفكار اللي ممكن تقابلنا في امتحان الفصل الدراسي الأول خلينا نروح نشوف مراجعة اليوم بتقول إيه ونشوف السؤال الأول عبارة عن إيه وإيه المطلوب في السؤال الأول وإزاي هنحسبه السؤال الأول بيقول لي أوضع شخص مبلغ 2400 جنيه في بنك يبقى المبلغ للراجل أوضعه 2400 جنيه لمدة سنة وأربع شهور عايز حد من أبنائنا الطلبة يقول لي سنة وأربع شهور يعني كم شهر برافو عليه 16 شهر بمعدل فائدة بسيطة 6 علامة 25% يعني 6 وربع في المئة كل 6 شهور احسب إيه المطلوب مننا مطلوب مننا نحسب الفائدة البسيطة ونحسب رصيد الشخص في نهاية المدة يعني نحسب الجمل هنرجع نقرأ المسألة تاني عشان نلخصها ونشوف هنحلها ازاي أوضع شخص مبلغ 2400 جنيه يبقى 2400 جنيه دي مبلغ وإحنا عارفين إن المبلغ بنرمز له بالرمز ألف يبقى أنا عندي ألف 2400 جنيه في بنكي لمدة سنة وأربع شهور اتفقنا إن احنا هنحول المدة كلها لشهور والمدة بالشهور رمزها 20 قلنا سنة وأربع شهور يعني 16 شهر بمعدل فائدة بسيطة المعدل بين المظلوب الرمز عين في المئة كل 6 شهور يبقى المعدل بتاعي 6 وربع في المئة كل 6 شهور مطلوب مني أحسب الفائدة اللي هي بنرمز لها بالرمز فيه ومطلوب مني أحسب الرصيد اللي هي الجملة اللي برمز لها بالرمز جيم أنا عايز أسأل أحد أبنائنا الطلبة أقول له إيه الجديد في المسألة دي أو إيه الفكرة الجديدة في المسألة اللي معانا براو عليك أنا سامع أحد أبنائنا بيقول لي إن الجديد في المسألة اللي معانا إن المعدل اللي معايا معدل جزئي معدل جزئي يعني إيه معدل جزئي يا جماعة إحنا طول عمرنا من ساعة ما بدأنا منهج الرياضة المالية السنة دي وإحنا جنب المعدل بنلاقي علامة فيلمية وبنلاقي مكتوب كلمة سنويا بنلاقي مكتوب كلمة إيه سنويا يبقى المعدل ده معدل سنوي لكن أنا هنا جنب علامة فيلمية مكتوب كل ست شهور والست شهور دي جزء من السنة يبقى ما لاقي جنب علامة فيلمية مكتوب كل شهر شهرين ثلاث شهور أربع شهور ست شهور أعرف إن المعدل ده معدل جزءي ممكن ما تكتبش كده ممكن يقولي المعدل كل ست سنة ربع سنة ثلث سنة نص سنة برضو ده اسمه معدل جزءي طبعا يا جماعة إحنا في الفايدة البسيطة ما بنتعاملش إلا مع المعدلات السنوية وبالتالي المعدل الجزء ده لابد إن أنا روح أحوله إلى معدل سنوي هروح أزاي أحوله إلى معدل سنوي هقول المعدل السنوي المعدل السنوي بيساوي المعدل الجزءي في عدد مرات حساب الفايدة في السنة الكلام ده هيساوي المعدل الجزءي عندي كان في المسألة المعدل الجزءي اللي معايا ستة وربع في عدد مرات حساب الفايدة في السنة الوحدة أنا فوق ما أكتوب كل ستة شهور يعني الموظف اللي في البنك لو هيحسب لي الفايدة كل ستة شهور مرة هيحسب لي الفايدة كم مرة في السنة برافو عليك هيحسبها لي مرتين في السنة يبقى هضرب فيه اتنين يبقى ستة وربع في اتنين بكام يا جماعة باثناشر ونص في المية طب يا ترى جنب علامة في المية هنا هكتب كل ستة شهور لأ أما لو أنا كنت بعمل إيه أنا كنت بحول المعدل الجزءي لمعدل سنوي يبقى جنب الاثناشر ونص في المية هكتب كلمة إيه يا جماعة سنويا يبقى إيه الجديد عندي يا شباب الجديد عندي في المسألة إن أنا لما جيت ألخص المسألة لقيت المعدل اللي معايا معدل جزءي عن جزء من السنة فأول حاجة عملتها رحت حولت المعدل الجزءي لمعدل سنوي ضربت المعدل الجزءي في عدد مرات حساب الفايدة في السنة الواحد هنروح بعد كده نحسب المطلوب التاني طبعا هو المطلوب التاني إن احنا هنحسب الفايدة البسيطة هنروح نكتب قانون الفايدة البسيطة اللي احنا عارفينه في بتساوي الف في عين على مي في أشوف قبل ما اكتب حاجة هنا أطلع أشوف المدة اللي معايا المدة اللي معايا بالشهور يبقى قول في شين على اتناشر ده قانون الفايدة في حالة المدة بالإي يا جماعة بالشهور هنروح أعوض في القانون بتاعي طبعا أنا عايز أحسب فيه أو الفه بتساوي الألف عندي بألفين وربعمية جنيه في المعدل اللي معايا يا ترى هنا بقى يا شباب هكتب الستة وربع ولا هكتب الاثناشر ونص برافو عليك احنا قلنا ما بنتعملش اللي مع المعدلات السنوية يبقى هكتب فيه اتناشر ونص عالمية فيه شين عندي بكام شين عندي بستاشر يبقى فيه ستاشر على اتناشر لما نروح بالقالة الحزبة ألفين وربعمية في اتناشر ونص بستاشر على ألف ومتين هلقى الناتج تلع معايا ربعمية جنيه يبقى أنا حسبت الفايدة البسيطة ايه المطلوب التاني يا جماعة المطلوب التاني بيقول لي احسب رصيده في نهاية المدة كلمة الرصيد معناها الجملة اللي احنا بنرمز لها بالرمز جيم جيم بتساوي احنا عارفينها من قبل كده هي عبارة عن ألف زائد فيه أنا رحت البنك يا جماعة أودعت ألفين وربعمية جنيه بعد ستاشر شهر لقيت البنكة حسب لي فايدة ربعمية جنيه يبقى أنا هقول جيم هتساوي هقول جيم هتساوي المبلغ اللي أنا أودعته اللي هو ألفين وربعمية جنيه زائد الفايدة اللي البنكة حسبها لي ربعمية يبقى إذن الرصيد بتاع الراجل ألفين وتمنمية جنيه يبقى أنا كده حلت المسألة الأولانية طبعا المسألة لما رحت لخصتها لقينا مطلوب مني فايدة وجملة بس لقيت حاجة عندي جديدة لابد أن أنا كنت أعالجها لقيت أن فيه معدل جزئي أول حاجة عملتها حولت المعدل الجزئي لمعدل سنوي وبعد كده رحت عوضت في قانون الفايدة في حالة المدة بالشهور حسبت الفايدة وبعد كده جمعت المبلغ زائد الفايدة طلعت الجملة اللي هي الرصيد اللي هي الإجمال هنروح على السؤال الثاني نشوف السؤال الثاني بيقول إيه وإزاي هنحسب المطلوب السؤال الثاني بيقول لي أوضع شخص مبلغ في بنك في بنك مصر بتاريخ عشر يناير سنة 2020 طالما أوضع في التاريخ ده يبقى التاريخ ده هو تاريخ الإداء وسحب جملة ما له في البنك يعني الجملة الموجودة في البنك سحبها بتاريخ 18 يونيو من نفس العام مطلوب إيه قال لي احسب مدة الإداء يبقى الراجل مديني في المسألة مديني تاريخين مديني تاريخ إداء ومديني تاريخ سحب وبيقول لي من فضلك احسب مدة الإداء وإحنا طول عمرنا عارفين أن المدة المحصورة بين تاريخ الإداء وتاريخ السحب هي مدة بنسميها مدة الإداء هنروح نلخص المسألة بتاعتنا احنا قلنا مديني تاريخين التاريخ الأولاني اللي هو تاريخ الإداء تاريخ الإداء عشرة يناير سنة 2020 تاريخ السحب اللي هو مدهولي 18 يونيو من نفس العام يعني 2020 مطلوب مني إيه؟ مطلوب مني مدة الإداء الإداء يا ترى يا شباب مدة الإداء اللي هي مطلوبة دي هتطلع بالسنوات ولا هتطلع بالشهور ولا هتطلع بالأيام عشان أعرف الكلام ده لابد أن أنا أروح أقالي من التاريخين ببعض لما بص على السنة هنا هلاقيها زي السنة هنا يبقى المدة اللي هتطلع مش بالسنوات لما بص لو لقيت الشهور هي اللي مختلفة مع بعضيها يبقى المدة اللي هتطلع بالشهور لكن الاختلاف هنا اليوم مختلف مع اليوم والشهر مختلف مع الشهر يبقى أنا كده هحسب المدة بالإي يا شباب هحسبها بالأيام طب إزاي هحسب المدة بالأيام هروح أكتب الشهور بتاعتي فين شهر الإداء؟ شهر الإداء عندي يناير يبقى أنا هكتب يناير هتاني أمشي بالشهور زي ما حفظنا في ربع ابتدائي لحد ما أمشي لأوصل لشهر الإي السحب يبقى ببدأ بشهر الإداء وأكتب الشهور لحد ما أوصل لشهر الإي السحب يناير بعد يناير إي يا جماعة فبراير بعد فبراير مارس بعد مارس إبريل بعد إبريل مايو بعد إيها يونيو يبقى ده شهر الإداء وأده شهر إي يا جماعة السحب بعمل إيه بعد كده يا شباب الشهر الأولان اللي أنا بدأت به بحسب له حاجة اسمها باقي الشهر أول متبقي من الشهر إزاي بحسب باقي الشهر أول متبقي من الشهر الأستاذ محمد في سنة ربع ابتدائي قال لنا إن شهر يناير 31 يوم يبقى إحنا من اللي ابتدائي عارفين إن شهر يناير بالكامل 31 يوم فات منه كم يوم فوق فات عشرة يبقى بقى كم يا جماعة بقى 21 يوم يبقى الشهر الأولاني حسبت له حاجة اسمها باقي الشهر أو المتبقي من الشهر الشهر الأخير اللي هو شهر يونيو اللي أنا وقفت عنده بكتب كم هنا بروح أجيب الرقم من السؤال أحطه في الإيه في الحل أو من التلخيط يبقى هنا أحط 18 زي ما هي طب الشهور اللي في النص دي يا جماعة بكتبها بالكامل زي ما احنا خدناها في ربع ابتدائي شهر فبراير هكتبه يا طارى 28 يوم ولا 29 يوم أقولك قبل ما أرد عليك لازم أدخل السنة اللي معانا دي معمل الاختبار أشوفها سنة بسيطة ولا سنة كبيسة طب إزاي يا جماعة أعرف إذا كانت سنة كبيسة ولا بسيطة هاخد رقم السنة أنا عندي رقم السنة اللي معايا 2020 معمل الاختبار بتاعي أننا بأسم على أربعة واشوف الناتج 2020 على أربعة هتطلع كام يا جماعة هتطلع 505 الرقم اللي معايا الناتج طلع رقم صحيح مفيش فيه كسر عشري يبقى السنة دي كبيسة فيها فبراير 29 يوم يبقى أنا هكتب هنا كام يا جماعة 29 طب هنفترض أننا السنة اللي معايا مش 2020 السنة اللي معايا 2019 هروح برضو أسمها على أربعة هلاقي الناتج طلع معايا 504 و75 من مية فيه علامة عشرية وفيه أرقام وراها يبقى دي سنة بسيطة فيها فبراير 28 يوم يبقى إحنا معانا 2020 يبقى إذن فبراير معانا 29 يوم مارس طول عمرنا عارفين أن شهر مارس 31 إبريل 30 مايو 31 هبدأ أجمع الأرقام اللي قدامي دي مع بعضها هلاقي المدة طلقت معايا 160 يوم يبقى إذن مدة الإداع كام يا جماعة 160 يوم أبناء الطلوة والطالبات المسألة اللي كانت معانا مديني تاريخ إداع ومديني تاريخ سحب وبيقولي لو سمحت أحسن مدة الإداع لما قارنت التاريخين ببعض ببعض لقيت أن أنا لازم أحسب المدة بالأيام حسبت المدة بالأيام إزاي بدأت بشهر الإداع وانتهيت بشهر السحب وكتبت الشهور اللي في النص زي ما احنا كلنا حوزينها رحت حسبت باقي الشهر أو المتبقي من الشهر بالنسبة لشهر الإداع وشهر السحب جبت الرقم بتاعه من التلخيص أو من السؤال حطيته وكتبت الشهور اللي في النص بالكامل زي ما احنا كلنا عارفين وجمعت الايه الأرقام مع بعض طلعت المدة معايا مية وستين يوم هنروح على السؤال اللي بعديه ونشوف السؤال بيقول ايه وإيه المطلوب وازاي هنحسب المطلوب السؤال التالت بيقول لي اخترض شخص مبلغ ما من بنك القاهرة طالما قال لي مبلغ ما يبقى ايه المبلغ مطلوب لمدة مية وتمانين يوم يبقى المدة اللي معايا مية وتمانين يوم بمعدل فائدة بسيطة 14 في المية سنويا يبقى المعدل اللي معايا معدل سنوي 14 في المية وفي نهاية المدة وجد ان وجد ان ايه بقى لازم نركز وجد ان الفائدة التي احتسبها البنك 700 جنيه يبقى ايه الرقم اللي هو 700 جنيه ده فايدة مش جملة طب ايه اللي مطلوب بيقول لي من فضلك احسب المبلغ او اصل المبلغ الايه المقترب هللخص مسألتنا بيقول لي اقترض شخص مبلغ ما يبنى اقول هنا الالف مطلوبة لمدة 180 يوم المدة بالايام برمز لها بالرمز ايه 180 يوم بمعدل فائدة بسيطة 14% عين 14% سنويا طبعا هنا المعدل سنوي مفيش اي مشكلة وجد ان الفائدة التي احتسبها البنك 700 جنيه الفائدة بنرمز لها بالرمز فيه 700 جنيه احسب المبلغ يبقى لما بص على التلخيص بتاعي المدة والمعدل موجودين مفيش منهم اي مشاكل ابص على الاطراف بتاعي التلخيص هلا ان انا مطلوب مني احسب المبلغ بمعلومية الفائدة يعني بيقول لك من فضلك استخدم قانون الفائدة في ايجاد المبلغ اقول له حاضر واروح اكتب قانون الفائدة اكتب قانون الفائدة في بتساوي الف في عين عالمية في المدة عندي فوق باي يا جماعة المدة فوق عندي بالايام يبقى انا هقسم على كام على 360 هسأل نفسي سؤال القانون ده احنا ممكن نحسب منه فايدة وممكن نحسب مبلغ ممكن نحسب معدل ممكن نحسب مدة هو انا بكتبه عشان احسب منه ايه ها عشان احسب منه مبلغ يبقى اذا يا جماعة انا هعوض في السؤال اللي قدامي هعوض في الرموز دي فكل الرموز فيما عادة الالف هي دي اللي هتاني انزل بيها لحد ما احسب المبلغ الايه المطلوب تعالوا انا عوض كده هشيل فيه وحط خيمتها فيه عندي بكام فيه عندي بسبعمية الالف ما لهاش رقم فوق ايه لو حبيت اعوض مش هلاقي الالف لها رقم فانا هكتب الالف زي ما هي المعدل عندي فوق 14 على مية في المدة عندي مية وتمانين على تلتمية وستين هعمل ايه بعد كده يا شباب الالف ده هي هروح مطلعها برا واخد شرط الكسر طويلة كده وسهم ينزل يضرب من السبعمية في الارقام اللي تحت هقول سبعمية في مية في تلتمية وستين طبعا هنكتب ايه تحت يا مستر هقول لك انا عندي فيه تلت حاجات الف واربعتاشر ومية وتمانين الالف طلعتها برا يبقى باقي عندي اربعتاشر وعندي مية وتمانين يبقى اقول على اربعتاشر في مية وتمانين هتساوي بعد كده هروح امسك الالة الحسبة بتاعتي هقول سبعمية في مية في تلتمية وستين ولمنزل تحت عشان اساهل بقى ما اعملش شرط الكسر واعمل بسط ومقام ونقسم لا احنا عايزين نخلص هنضرب سبعمية في مية في تلتمية وستين واول منزل تحت اقول على يبقى على اربعتاشر على تاني مية وتمانين رغم ان هي مكتوبة فيه هلاقي المبلغ عندي طلع عشر تلاف جيني ابناء الطلبة والطالبات المسألة اللي كانت معانا بتقول ايه مديني مدة مديني معدل مديني فايدة وبيقولي لو سمحت احسب المبلغ وعشان مديني فايدة مش مديني جملة فكان لازم احسب المبلغ بمعلوميتي الفايدة يعني باستخدام قانون الفايدة وعشان المدة اللي معايا بالايام كتبت قانون الفايدة في حالة المدة بالايام وعوضت في القانون بتاع الفايدة وطبعا الالف كانت هي اللي مطلوبة وعوضت في القانون زي ما حضراتكم شفته وطلع معايا المبلغ بكام بعشر تلاف جينيه هنروح على السؤال اللي بعدين ونشوف ايه المطلوب ونشوف المطلوب بنحسبه ازاي السؤال الرابع بيقوللي يودع شخص دفعة يبقى طالما في في السؤال كلمة دفعة يبقى احنا بدأنا ندخل في موضوع الدفعات يبقى نبدأ نحل باستخدام قوانين الايه الدفعات بيقول يودع شخص دفعة متساوية في بنك مبلغها مية جينيه يبقى الدفعة للراجل بيوضعها مبلغها مية جينيه اول يبقى المية جينيه دي بيتم اداعها اول يبقى الدفعة دي دفعة فورية كل شهر يبقى مدة الدفعة شهر ويسحب يبقى الراجل من شوية كان بيوضع هنا بدأ يعمل ايه بيسحب ويسحب خمسين جينيه من نفس البنكة اخر كل شهرين يبقى الخمسين جينيه دي بيتم سحبها اخر يبقى الخمسين جينيه دي دفعة ايه يا جماعة عادية وطبعا السحب بيتم اخر كل شهرين يبقى مدة الدفعة شهرين الكلام ده كله تم لمدة عام يعني 12 شهر بمعدل فائدة بسيطة 12% سنويا طب ايه المطلوب مني مطلوب مني بيقول لي احسب رصيد الشخص في نهاية المدة لما نيجي نبص على المسألة يا شباب هلاقي المسألة دي عبارة عن مسألتين اتنين مسألة الراجل بيوضع فيها دفعة 100 جينيه اول كل شهر لمدة سنة بمعدل 12% يبقى هنا دي بنسميها مدعات راجل اوضع فلوس فلازم البنك يحسب له فوائد على الدفعات دي وطبعا مجموع مبالغ الدفعات مع مجموع الفوائد دي بنسميها جملة الموضعات لان هنا الراجل بيوضع في نفس البنك الراجل بيروح يسحب 50 جنيه اخر كل شهرين وبرضو الكلام ده تم لمدة سنة بمعدل 12% يبقى هنا احنا بنتكلم عن مسحوبات الدفعات اللي الراجل سحبها دي لابد البنك يحسب عليها فوائد وطبعا مجموع المبالغ مجموع مبالغ الدفعات اللي تم سحبها زائد مجموع فوائد الدفعات هنا بتبينتو الجملة الجملة هنا بنسميها جملة مسحوبات يبقى احنا هنقسم المسألة بتاعتنا المسألتين جزء خاص بيء المودعات وجزء خاص بالمسحوبات هروح نحسب جملة المودعات ونحسب جملة المسحوبات وفي النهاية هنحسب الرصيد طب هسأل سؤال لابناء الطلبة والطالبات هقول لهم الرصيد هيبع عبارة عن ناتج جمعة ولا طرح جملة المودعات وجملة المسحوبات برافو عليك انا سامع طالب شاطر بيقول لي ناتج الطرح لان العمليتين عكسة بعض زي بالزبط ما جديك 100 جنيه واسحب منهم 70 هل الرصيد اللي معاك او الفلوس اللي معاك هكون 170 جنيه ولا هكون ناتج الطرح طبعا هيكون الرصيد هو 30 جنيه لاني انا بطرح المبلغين من بعض خلينا نبدأ نلخص المسألة ونشوف ازاي هنتعامل معها دلوقتي هنتعامل مع الجزء الخاص بالمودعات يبقى انا هكتب هنا المودعات هنبدأ نلخص هو بيقول يودع الشخص دفع متساوية في بنك مبلغها 100 جنيه يبقى دال 100 اللي هي الدفع 100 جنيه بيقول للإداء اول كل شهر اول يبقى الدفع اللي معانا نوعها فورية كل شهر يبقى مدة الدفع واحد شهر طبعا الكلام ده تم المدة ايه يا جماعة؟ لمدة عامي بقى انا هقول مدة الدفعات عام يعني 12 شهر بمعدل المعدل عندي 12% سنويا طبعا مطلوب مني احسب جملة اللي هي جملة المودعات اتفقنا يا شباب في الحلقات الماضية ان انا قبل ما احل اي مسألة الدفعات في ثلاث حاجات اساسية لابد ان انا احسبها اللي هي ايه؟ عايزة اسمع احد الطلبة ها تمام برافو عليك بيقول لي لازا يابد ان احنا نحسب نون ولابد ان احنا نحسب شين ولابد ان احنا نحسب شين شرطة طب نون بنحسبها ازاي يا جماعة؟ قال لي بنقسم مدة الدفعات على مدة الدفعة يعني انا هقسم 12 على 1 هتساوي 12 12 دفعة شين هحسبها ازاي يا جماعة؟ هرجع اشوف نوع الدفعة نوع الدفعة اللي معايا دفعة فورية يعني معنى كده ان شين هو الرقم اللي فوق وشين شرطة هو الرقم اللي تحت يعني شين عندي ب12 شهر وشين شرطة ب1 شهر حسب تنون وشين وشين شرطة هروح اكتب خانون جملة الدفعات مين هيقول لي خانون جملة الدفعات؟ تمام جيم بتساوي دال في نون زائد دال في عين على مية في نون على اتنين في شين زائد شين شرطة على اتناشر ايه المطلوب ان انا احسبه يا جماعة من الخانون اللي انا كتبته مطلوب ان انا احسب جيم يبقى انا جيم هي اللي هنزل بيها وهعوض في باقي الايه الرموز هاو الجيم بتساوي دال عندي بكام دال عندي بمية نون عندي بكام باثناشر زائد دال عندي فوق بمية المعدل عندي اتناشر على مية في نون عندي بكام يا جماعة باثناشر على اتنين في شين زائد شين شرطة شين عندي باثناشر وشين شرطة بواحد يبقى مجموعهم تلاتاشر على اتناشر هنزل باقي جيم تاني مية في اتناشر بألف ومتين زائد هضرب مية في اتناشر في اتناشر في تلاتاشر على الفين وربعمية هلاقي الناتج طلع معايا تمانية وسبعين جنيه هاجمع مجموع المبالغ مجموع مبالغ الدفاعات زائد مجموع الفوائد هتطلع معايا الجملة الف متين تمانية وسبعين جنيه يبنى ابناء الطلبة اما جينا نتعامل مع المودعات لقينا الراجل بيودع دفع فورية قيمتها ميك جنيه مدة الدفع شهر مدة الدفعات سنة المعدة الاثناشر في المية روحنا حسبنا جملة الدفعات طبعا ادي قانون جملة الدفعات اللي هو بيقول دل في نون زائد دل في عين على مية في نون على اتنين في شين زائد شين شرطة على اتناشر عوضنا في القانون تلع معايا جملة المودعات الف متين تمانية وسبعين يبقى حضراتكم افتكروا ان جملة المودعات طلعت معايا كام طلعت الف متين تمانية وسبعين عشان ما نيجي نحسب الرصيد هنفتكر الرقم ده مع بعض هنروح على الجزء التاني من المسألة نفس المسألة هنروح على الجزء التاني هنحتعامل مع الجزء الخاص بالمسحوبات نشوف الراجل كان بيسحب ايه قال ان الراجل بيسحب خمسين جنيه من نفس البنك يبقى اذا الدفع اللي معايا دال بخمسين جنيه طب بيسحبها امتى قال لي بيسحبها اخر يبقى الدفع اللي معايا دفع عادية اخر ايه قال لي اخر كل شهرين يبقى انا هقول مدة الدفع اتنين شهر طبعا الكلام ده تم لمدة سنة بالنسبة للمودعات ولمسحوبات فانا هقول مدة الدفعات اتناشر شهر المعدل بتاع المسألة كلها اتناشر في المية سنويا ما انساش كلمة سنويا طيب هنا مطلوب مني الجملة احنا قلنا يا جماعة الجزء ده خاص بالايه بالمسحوبات طيب قلنا قبل ما بنفكر يا جماعة نحل اي مسألة دفعات لابد ان احنا نحسب ثلاث حاجات لسه قايلين عليهم من دقايق لابد ان انا احسب نون ولابد ان انا احسب شين ولابد ان انا احسب شين شرطة نون بنحسبها ازاي احنا الكلام ده اتضربنا عليه كتير بقسم مدة الدفعات على مدة الدفعة يعني اتناشر على اتنين هتساوي ست دفعات شين بحسبها ازاي لابد يا جماعة ان انا ارجع لنوع الدفعة الدفعة اللي معايا دفعة عادية بحسب هنا شين ازاي الرقامين اللي انا قسمهم بطرحهم من بعد يعني هقول اتناشر ناقص اتنين هتساوي عشر شهور شين شرطة دائما وابدا في الدفعات العادية بتساوي سفر هروح بعد كده يا جماعة احسب الجملة هكتب قانون جملة الدفعات جيم بتساوي دال في نون زائد دال في عين على مية في نون على اتنين في شين زائد شين شرطة على اتناشر ايه اللي انا عايزه من القانون ده انا عايز جيم يبقى انا عوض في كل الجزء ده وجيم هي اللي هنزل بيها زي ما هي هروح نعوض في القانون بتاع الجملة جيم بتساوي دال عندي بخمسين نون عندي بكام يا جماعة بستة زائد دال عندي لسه كتبها بخمسين المعدل عندي اتناشر في المية للمسألة كلها في نون عندي بكام بستة يبقى ستة على اتنين في شين زائد شين شرطة شين بعشرة وشين شرطة بصفر يبقى مجموعهم عشرة على اتناشر هنزل بجيم تاني هتساوي خمسين في ستة بتلتمية دي اللي هي مجموع مبالغ الدفعات هروح بالقالة الحسبة هطرب خمسين في اتناشر في ستة في عشرة على الفين وربعمية هيطلع معايا خمستاشر جنيه لما اجمع تلتمية زائد خمستاشر هيديني تلتمية وخمستاشر جنيه يبقى دي يا جماعة جملة المسحوبات احنا هناك من شوية حسبنا جملة المدعات الاشياء الخاصة بالإدعات هنا دي جملة المسحوبات لما حب احسب الرصيد بتاعي الرصيد بتاعي هيكون عبارة عن احنا اتفقنا من شوية قلنا ان الرصيد هيساوي جملة المدعات ناقص جملة المسحوبات يعني الكلام ده هيساوي كام يا جماعة الكلام ده هيساوي يبقى نقول الرصيد بيساوي جملة المدعات مين هيفكرني حسبناها كام 1278 برافو عليه ناقص جملة المسحوبات فوق ايه كام 315 لما اجي اطرح هدي هنا 3 اطرح 1 من 7 دي 6 و 3 من 12 كام يا جماعة 9 يبقى 963 جنيه يبقى ده ايه ده الرصيد يبقى يا شباب احنا لما جينا نقرأ المسألة دي لقيت ان المسألة الراجل بيعمل فيها حاجتين في البند بيروح يحط دفعات وبيروح يسحب دفعات خدنا الجزء بتاع الدفعات اللي هو بيودعها وتعاملنا معاه على ان مدعات مسألة وحدها حسبنا جملة المدعات بعد كده رحنا اتعاملنا مع الجزء الخاص بالمسحوبات وحسبنا جملة المسحوبات وطالما العملتين عكس بعضهم فلابد ان احنا نطرح جملة المدعات من جملة المسحوبات انا سامع طالب ذاكي جدا بيقول لي طيب لو احنا شلنا كلمة ويسحب من المسألة يعني نفس المسألة بنفس ارقامها بس شلنا هو نفس العملية بتتعامل يودع ويودع يعني انا اديتك 100 جنيه وبعدين نحو تديتك 70 جنيه مش معقول هطرح الرقامين من بعضهم لا انا بجمعهم مع بعض يبقى نفس الخصة دي مودعات ودي مودعات هحسب الجملة هنا وهحسب الجملة هنا وهجمع الجملتين مع بعض يديني رصيد الشخص في نهاية المد هنروح على السؤال اللي بعديه ونشوف ايه المطلوب ونشوف ازاي هنحسب المطلوب السؤال اللي بعديه بيقول لي يودع شخص في بنك مصر اول ومنتصف كل شهر يبقى الراجل بيروح يودع دفعة في البنك اول ومنتصف كل شهر يعني بيروح اول الشهر مرة وبيروح في نص الشهر مرة يعني بيروح في الشهر الواحد كم مرة مرتين اتنين انا سامع طالب بيقول لي يعني يا مستر الدفعة مدتها 15 يوم اقول له انت كلامك قريب من الصح بس احنا في الدفعات ما بنتعاملش مع المدة بالايام احنا بنتعامل مع المدة بالشهور احنا هناخد ال 15 يوم دول وهنقول عليهم نص شهر يعني 50 من 100 من الشهر يبقى هنا مدة الدفعة كامية يا جماعة 50 من 100 من الشهر يبقى بيقول لي يودع الشخص في بنك مصر اول ومنتصف كل شهر دفعة متساوية طبعا ما قاليش على قيمتها يبقى اوتوماتيك نعرف ان الدفعة قيمتها هي اللي مطلوبة وذلك لمدة عام يبقى الكلام ده تم لمدة عام يعني 12 شهر بمعدل فائدة بسيطة 12% يبقى المعدل اللي معانا 12% سنويا وفي نهاية المدة بلغت بعد كلمة بلغت لازم اركز شوية عشان اشوف الرقم اللي جاي ده اسمه ايه لان الرقم اللي جاي هو اللي هيحدد القانون اللي انا هحل بيه المسألة او اوجد بيه المطلوب بيقول لي وفي نهاية المدة بلغت فوائد الدفعات بقى اذا الرقم اللي جاي ده هو مجموع فوائد الدفعات يعني لما اجأ حل او اوجد المطلوب هستخدم قانون مجموع فوائد الايه الدفعات خلينا نروح نلخص مسألتنا يودع شخص في بنك مصر اول ومنتصف يبقى هنا هنقول ده العندي طبعا احنا اتفقنا ان الدفعة ملهاش قيمة او ما هي اللي مطلوبة والرجل بيقول لي اول ومنتصف من كلمة اول اعرف ان الدفعة نوعها فورية واول ومنتصف لاثنين مع بعض هاجينا هو هقول مدة الدفعة خمسين من مية من الشهر ما اقولش خمساشر يوم وذلك لمدة عام يبقى مدة الدفعات اتناشر شهر بمعدل فائدة بسيطة المعدل اتناشر في المية سنويا طبعا عند المعدل سنة وما فيش منه اي مشاكل بيقول ليه في نهاية المدة بلغت مجموع الفوائد يبقى مجل فوائد عندي كام يا جماعة مية وخمسين جنيه احنا اتفقنا وانا عند اتفاقي ان احنا قلنا يا جماعة قبل ما بفكر احل اي مسألة الدفعات لابد اروح احسب ثلاث حاجات كلنا عرفناهم وعرفنا ازاي بنحسبهم اول حاجة اللي هي نون تاني حاجة اللي هي شين تالت حاجة اللي هي شين شرطة ازاي هحسب نون يا جماعة بقسم مدة الدفعات على مدة الدفعة يعني هقسم 12 على خمسين من مية هتطلع معايا اربعة وعشرين دفعة دي اللي هي عدد الدفعات طيب شين بحسبها ازاي يا جماعة انا عندي لازم ارجع لنوع الدفعة دفعة فورية يبقى الرقم اللي فوق هو شين والرقم اللي تحت شين شرطة يبقى عندي شين باثناشر شهر وشين شرطة بخمسين من مية من الشهر نص شهر هروح بعد كده يا جماعة اسأل نفسي سؤال اطلع على التلخيص ابص على اطراف التلخيص اللي انا عامله ايه المطلوب مني مطلوب مني قيمة الدفعة طيب الدفعة دي مطلوبة بمعلومية جملة الدفعات ولا مجموع الفوائد لا دي مطلوبة بمعلومية مجموع الفوائد يعني معناها ان انا هروح استخدم قانون مجموع الفوائد لايجاد قيمة الايه الدفعة مين هيقول لي قانون مجموع الفوائد من الشباب تمام مجم الفوائد بيساوي تمام يبقى هو يعني ابناء واحد من ابناء انا الطلبة بيقول هو النص التاني من قانون جملة الدفعات يعني الجزء اللي هو بعد علامة ايه بعد علامة زائد اللي هو دال فيه عين علامية في نون على اتنين في شين زائد شين شرطة على اتناشر هو ايه اللي انا عايزه من القانون ده يا جماعة هل انا عايز مجموع الفوائد ولا دال ولا عين ولا نون ولا شين ولا شين شرطة انا عايز من القانون ده دال يبقى اذا دال دي هي اللي هنزل بيها لحد ما خلص المسألة بتاعتي واوجد قيمتها تعالوا نعوض يبقى نعوض في كل الكلام ده في معادة دال هنزل بيها زي ما هي مجل فوائد فوق بكم مجل فوائد فوق بمية وخمسين دال عندي ملهاش قيمة بكتبها زي ما هي المعدل عندي اتناشر على مية في نون عندي بكم فوق يا جماعة نون عندي باربعة وعشرين على اتنين في شين زائد شين شرطة شين باتناشر وشين شرطة بنص يبقى مجموعهم اتناشر ونص على اتناشر هنزل تاني بالمية وخمسين وهقول دال في وابدأ اخلص الجزء ده اروح على الالة الحزبة هقول اتناشر في اربعة وعشرين في اتناشر ونص على الفين وربعمية هلاقي الناتج تلع معايا واحد ونص طب انا عايز احسب خيمة اي يا جماعة عدال هطلع عدال برة وطالما طلعت دال برة لابد علامة الفي او علامة الدربة حولها القسمة بأسم اللي قبل علامة التساوي على البعد علامة التساوي يبقى هقسم مية وخمسين على واحد ونص هلاقي المبلغ تلع معايا اللي هو مبلغ الدفعة تلع معايا مية جنيه يبقى يا ابناء اتطلبة السؤال اللي معايا او المسألة اللي معايا كانت بتقول ايه او ايه قصتها بالزبط كان مديني مدة دفعة خمسين من مية وبالنسبة خمسين في المية من مية ايه اللي عرفني ان مدة الدفعة خمسين من مية لان الراجل بيودع اول ومنتصف كل شهر يعني بيروح مرتين في الشهر يبقى مدة الدفعة خمسين من مية يبقى مدة الدفعة خمسين من مية الكلام ده تم المدة سنة يعني المدة اتناشر شهر بمعدل اتناشر في المية وكان مديني مجموع فوائد وطبعا كان مطلوب مني قيمة الدفعة بمعلومية مجموع الفوائد يعني باستخدام قانون مجموع الفوائد بس قبل ما استخدمت قانون مجموع الفوائد في ايجاد قيمة الدفعة كان لابد اروح احسب نون وشين وشين شرطة يبقى كان ايه الجديد يا جماعة في المسألة اللي معايا احنا في الحلقات الماضية كان بيجي يقول لي يودع شخص اول كل شهر اول كل شهرين ثلاث شهور اربع شهور او اخر لكن هنا الجديد عندي ان الايداع بيتم اول ومنتصف كل شهر كلمة اول عرفتني نوع الدفعة ان هي دفعة فورية وكلمة اول لما جمعها كلمة منتصف كانت مدة الدفعة خمسين من مية من الشهر هروح على المسألة اللي بعدها نشوف المسألة بتقول ايه وازاي هنوجد المطلوب المسألة اللي معايا بتقول لي يودع شخص دفعة فورية في بنك كل شهرين يبقى الدفعة فورية والايداع كل شهرين الدفعة دي قيمتها 600 جنيه بمعدل فائدة بسيطة ما معدل فائدة بسيطة ما يعني المعدل هنا هو المطلوب ولو تم ايداع نفس الدفعة عادية لنفس المدة والمعدل لبلغ الفرق الكلام اللي جاي بقى يهمني اوي بيقول لي لبلغ الفرق الفرق بين ايه قال للفرق بين الجملة الفورية والجملة العادية 72 جنيه يبقى الرقم ده هو الفرق بين الجملة الفورية والجملة العادية مع العلم ان عدد الدفعات كام يا جماعة 6 دفعات يبقى هنا عندي الدفعات عدد الدفعات كام 6 دفعات خلونا نلخص المسألة بتاعتنا بيقول يودأ شخص دفعة الدفعة اللي معايا قيمتها 600 جنيه بمعدل فائدة بسيطة ما يبقى المعدل هو اللي مطلوب ولو تم ايداع نفس الدفعة عادية لبلغ الفرق طبعا الكلام ده يا جماعة هو بيقول للاداع هنا كل شهرين يبقى مدة الدفعة اتنين شهر وبيقول لي ان عدد الدفعات عدد الدفعات ست دفعات عدد الدفعات ست دفعات وعندي الفرق بين الجملة الفورية وجملة العادية الفرق بين الجملة الفورية وجملة العادية 72 جنيه طبعا بيقول لي احسن معدل لايه الفائد طبعا عين هي اللي مطلوب يبقى انا مطلوب مني يا شباب هنا احسن معدل الفائدة بمعلومية الفرق بين الجملة الفورية والجملة العادية طيب انا المفروض دلوقتي ان انا هروح هكتب قانون الفرق اللي هو بيقول لي الفرق بيساوي دال في عين عالمية في المدة كلها على 12 لو انا حبيت طبعا انا هعوض في القانون ده بس عشان اعوض في القانون ده لابد يا جماعة تكون عندي المدة كلها هل انا عندي فوق المدة كلها لا ده انا عندي مدة الدفع وعدد الدفعات انا سامع حد من ابناء ابنائنا الطلبة الممتازين بيقول لي انا عندي عدد دفعات وعد مدة الدفعة اقدر اروح احسب المدة كلها طب المدة كلها هحسبها ازاي قال لي احنا هنضرب عدد الدفعات في مدة الدفعة يعني انا عندي المدة كلها اتناشر شهر يبقى انا حسبت المدة كلها هبدأ بقى اتعامل مع القانون ده القانون ده ايه المطلوب فيه مطلوب فيه عين يبقى انا هعوض في القانون ده فيه معاد عين لحد ماوصل للايه للمعدد هعوض بقى في الفرق الفرق عندي بكم ب72 يبقى دي 72 ده العندي ب600 عين عندي هي اللي مطلوبة هكتبها زي ما هي في المدة كلها اتناشر على اتناشر بعد كده هعمل ايه يا جماعة هطلع عين برا هتساوي ساهمة هيجي من برا يضرب في الارقام اللي تحت 72 في 100 في 12 على ايه اللي تحت هروح هلاقي عندي ثلاث حاجات 600 وعين واثناشر طلعت العين برا يبقى باقي عندي الستمية وباقي عندي الاثناشر هروح بالالة الحسبة هضرب 72 في 100 في 12 ولما انزل تحت هقول قسمة قسمة يعني هقسم هقول قسمة 600 قسمة 12 هلاقي المعدد طلع عندي 12 في المية سنويا يبقى احنا يا شباب النهاردة في المراجعة بتاعتنا كان معانا مجموعة من المسائل فيها افكار جميلة وفيها افكار جديدة واتدربنا عليها اول مسألة كان ايه الفكرة اللي فيها الفكرة اللي فيها كان مديني مبلغ ومدة وكان مديني معدل جزئي فعشان كده قبل ما حل المسألة رح تحولت المعدد الجزئي لمعدد سنوي المعدد السنوي وحسبته ازاي دربت المعدد الجزئي في عدد مرات احتساب الفايدة في السنة الوحدة المسألة اللي بعديها كان مديني تاريخين ومطلوب احسب المدة رحت حسبت مدة الايداع حسبتها بالايام من تاريخ الايداع لتاريخ السحب وكان المسألة كان معانا شهر فبراير ما كناش عارفين 28 يوم ولا 29 يوم رحنا اختبرنا السنة لقينا ان سنة 2020 لما اسمها على اربعة طلق معايا الناتج 505 يبقى سنة كبيسة فبراير 29 يوم ورحت حسبت المدة بتاعتي المسألة اللي بعدها كان مطلوب فيها مبلغ بمعلومية الفايدة يعني باستخدام قانون الفايدة مسألة سهلة ما فيش فيها اي حاجة اتضربنا عليها كتير قبل كذا بعدها دخلنا على مسألة كان الشخص اللي معانا بيوضع دفعات في البنك وبيصحب دفعات فروحنا حسبنا جملة المدعات وجملة المسحوبات وطرحنا جملة المدعات من جملة المسحوبات وطلع الرصيد بتاعي بعدها كان معايا مسألة مطلوب فيها مبلغ دفعة وطبعا كان مديني مجموع الفايد بعدها كان فيه مسألة اللي هو الادع فيها اول ومنتصف كل شهر ومن اول عرفنا ان دنوع الدفعة فورية واول ومنتصف مع بعض طبعا كان مدة الدفعة نص شهر وقلنا ما بنتكلمش في ايام هنا كان مدة الدفعة خمسين من مية من الشهر ومشيت مسألتي عادي واحنا كده عملنا مراجعة وكان فيه افكار جميلة واتمنى ان انتو كلكو تكونوا استفدتوا وانا معاكو واحنا على عهدنا وعلى اتفاقنا وان شاء الله نحقق هدفنا واحنا متفقين ان هدفنا وتفوقنا ومتفقين ان احنا مش هنتنازل عن العشرين درجة اللي هي الدرجة النهائية لامتحان الفصل الدراسي الاول وبكده وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم واشكركم على حسن استماعكم واشوفكم على خير الحلقة القادمة كان معكم اليوم جمال عبدالله زايد التعليم الفني التجاري